كل ساعتنا. عشان عشان نقدر نفولو في السجن بتاعدي محتاجين ان احنا نبقى فهمين الاب موضل. نبقى فهمين يعني ايه. محتاجين نبقى عن ايه. بيعمل ايه. محتاجين ان احنا نبقى فهمين عن ايه. مش محتاجين ان احنا نبقى عندنا عالية او عندنا خبرة كبيرة او في الموضوع ده. محتاجين ان احنا بس نبقى فهمين. نبقى فهمين صغير ان هو يقدر يساعدنا في ايه يعني من ناحية. البلد اوتوميشن. الساشن بتاعيتنا النهاردة هتبقى جزء ان الساشن عملتها في اه من تلاتة لستة مارس الفات وبالتحديد في يوم الخميس ستة مارس. كلمت على اه انا احطت هنا بتاع الساشن لو بتاعي تتفرج عليها كاملة. اه بالانجلش طبعا. اه هتبقى موجودة كاملة على اه على النهاردة انا اخدت جزء صغير من الساشن وعملت فوكس اكبر عليه لان هو الفيدباك وانا على الفيدباك اللي جالي ده كان اهم بحتة اه في الساشن فانا قررت ان انا فوكس عليها مارس. اللي هي ده دي اللي هنشرحة في الابجكتف تبقى. الابجكتف بتاعتنا النهاردة ان احنا نكريات اوتوميتد بي وعليمين ده. بي دي تي بلد دي بلد يعني انا عايزة بلد وباكتش الاب كومبوننت وهو الكونينوز فوقت الديبلوبمنت وانا بعمل ديبلوبمنت وعملت اه الديبلوبرز كلهم شاغالين. محتاج ان انا في وقت من الاوقات ان انا كل الديبلوبمنت افوزي. فعايزة بلد وباكتش الديبلوبمنت اوتوماتيكي. فدي البي بلد. ديبلوي بعد لما اكمبايل وابلد كل الاب كومبوننت وبعادي دوت اب فايل. محتاج ان انا عمل له ديبلوبمنت. اوتوميتد ديبلويمت على التس. ده دي او ديبلوي. تي هو تست. محتاج ان انا اكسكيوت اوتوميتد تست. ليه? عشان لما الديبلوببرز كلهم مش هزالين مع بعض. فوقت الان اه وقت اعمل بلد وقاكتش. وباكاعد اعمل اوتوميتد ديبلويمت على التس. ومش بس عايز اقف هنا. لأ انا كمان عايز مع كل بلد. وديبلويمت محتاج ان انا اعمل عشان هتاكد ان البيلد بتاعي تستيبل والقوالتي بتاعته كويسة. فانا قسمت هنا موضوع الحاكتين. وبي دي ووركفلو. وبي دي تي ووركفلو. فالبي دي تي ووركفلو هو الابجكتب الكبير بتاعنا. هنوصل لعن طريق ان احنا نعمل بي دي ووركفلو. وبعد كده نعمل شوية تستينج ويبقى عندنا البي دي تي ووركفلو. كل حاجة احنا الابجكتب بتاعنا ان احنا كل البروزس دي تبقى اوتوميتد. اي التكنولوجيز اللي انا هستخدمها النهاردة? هستخدم عشان اكريات البي دي والبي دي تي ووركفلو. البيلد بلد 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 تست ووركفلوز. اه هستخدم عشان اكريات اوتوميتد بي في تي. او بلد بريفكيشن تست. بلد بريفكيشن تست هو احد انواع تست اللي انا بحتاج اعملها عشان بعد كل بلد اتأكد ان ان الكودي الجديد اللي انا حطيته على الامبوان المتاعدي. بابواص الفنكشنالي في زي بتاع الاكتبيك. فده اللي بنسميه بي في تي. بلها ملو اوتوميشن دي. هستخدم بي في تي عشان اكريات البي في تي. اه هنستخدم عشان هو اللي هيهوص الكلام دي هو البي في تي. اللي هيستخدم. انه ان هو يهوست وييكسيكيوت وييوركستريد كل الوركشوز دي. فهو الهارت بتاع البروكسس كلها. في اه بالمناسبة في تيم فانيشن سيرفر في حاجة سامها تيم فانيشن سيرفر اونلاين. او فيزيول ستوديو اونلاين. فيزيول ستوديو اونلاين هو هو هوستد اه تي اف اس. اه في الاجزامبل احنا في الدياموز بتاعتنا من هوضغي نستخدم الان بريم تي اف اس. انا رأي تي اف اس الفين وطلعتاشر. هوافر لو اتفرقتوا على الساشن بتاعتي في اس بي سي او الشيبوينت كونفرس افين واربعة عشر. هتلاقوا داموز لده وداموز لده. اه التالتة هنستخدمه النهاردة هي تاستينج تول هنستخدمها عشان نعمل لتاستينج تاعتنا او تاستينج لابس تاعتنا. هنشخ كل حاجة من دول بالتفصيل. بس انا حبيتها كده. كمان هستخدم مائكسوف تاست مانجز عشان نعمل من خلال مائكسوف تاست مانجز. برضو فيه تول واحدة من على كود بلاكس هستخدمها هتديني تامبلت لل بي دي وورك فلو. احنا نقول ان احنا نعمل بي دي وورك فلو. بعدك هنعمل بي دي وورك فلو. فيه تامبلت انت هنعفين ان اي بلد ام بلد في تي اف اس بيبقى بيزل على تامبلت. فهو بيدينا التامبلت دي اللي من خلالها بسرعة جيدة لانا كريد بي دي وورك فلو. بي دي اللي هو بعمل 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 باكتشينج. بك هنروح اعمل طيب العمل اقول اب كومبوننس ايه هي الاب كومبوننس? للشير بوينت هست الاب كومبوننس بسيطة جدا. لان شير بوينت هست اب هو عبارة عن بالاخر شوية جيو سكريبت. اه شوية شير بوينت ارتيفاكس فهم من الاخر كده شير بوينت هست اب اه كومبوننس باكتش ممكن اه ممكن اه عنا دابل اس بي اه سان بوكس سلوشن قوة. الشير بوينت هست اب. نان كود افكورس. اه عندنا زي ممكن تباس مسلا. عندنا طبعا عندنا جيو سكريبت ممكن لابيز زي جي كوري. اه انجلو جي اس مسلا. كل الكلام ده كله اه بيبقى في الاب. او 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 بيبقى عندنا زي او بيبقى عندنا تاني. اللي هو بيبقى في الوات ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى بس بيبقى عندنا تاني. طبعا اعنا هو الوركفلو بالنسبة للشيربوينت ووووستد اعب والاوتوهوستد اعب تقريبا ببزها بعض. دي الاب كمفوننز بتاعتنا. ادي البي دي تي وووو ودي التاستنق اي موارن متاعتين. التاستنق اي ممكن تبقى ام لو انا شغال اون برم. لو انا شغال شيربوينت اعب مقدية اون متدا. مرة نستطيع عليها هذه بες حفر او او افي سكي سكي س او 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 اي سي سكي سكي سي겠죠 تέρين، بس. دي كومپوننس بالت suspicious دي الاب كومپوننس والايabiating turnip testing environment اللي احنا عجري انا اوصله انه دولوبرز ييشتغروا مع بعض وكانت чك انهoperЛ والا اعصال التى ايشتغل الديف اس ليعمل الان الاس كانرف체 تعرف فايل وبعد كيه يعملو على سواء كان او على ومش بس كده لأ يعمل ويتأكد من بتاعت البلد. لو الموضوع بير شو. فادي الاب جسعتي. وهدي البي دي تي ورق بلو. وهدي الاو تلاحظو تزاد حتى زيادة. لان بيتكون من جزءين. جزء بيحصل على على شير بوينت. وجزء التاني على سيرفر تاني او السيرفر ده ممكن يبقى ممكن يبقى على او بيبقى على ويندوز اجر وابسات. ام فالي انا برضو عايز اوصل له ان لما يحصل الشيك ان. الديبابرز يشتغلوا مع بعض. وكل وقت ان احنا نعمل فيه الشيك ان. بلد بيحصل له تريجر. البي دي تي ورق بيحصل له تريجر. الكل كومفوننس دي بيحصل لها باكتجينج. احنا دي بلويمنت للدوت اب فايل على شيرفوينت. والدي بلويمنت للويب روجيكت على التستي انبارم سواء كانت او او على ويندوز اجر. واحنا نعمل تست اكسكيوشن ومدقى على ريزولت. اللي بسي ديني شوية كده هل دي كان ستيبل ولا اه كسكيوشن. كل الكلام ده. فده ده بتاعنا. عايزين نوصل ده. لو وصلنا ده يبقى احنا نجحنا ان احنا اه نحقق الابجكتات بتاعة التستيشن بتاعنا. طيب. النهاردة كله ده مصف. يعني انا العشرة رجائي دي كنت باش رحنا هنعمل ايه? بقيت عشان كلها ده مصف. هنعمل ايه? اول حاجة. هنكريت البي دي workflow. build and deploy workflow. هنستخدم في البي دي workflow اكدين. قلنا ان فيه project عالكوز بلاكس هنستخدم. تاني حاجة هنكريت الautomated bvt او build verification test. عشان نتأكد من ال quality بتاع البلد. هنجمع التست الautomated test مع البي دي workflow ويبانده البي دي تي workflow. دي دمو سوتيت. اشتركوا في القناة